يوم جديد من ايام المواجهات في صرواح غرب محافظة مأرب معارك الشرسة تخضها قوة الجيش الوطني امام الميليشيا المستميتة للبقاء في خاصرة المحافظة المحررة والاكثر نشاطا واستقرارا المعلومات الميدانية تؤكد مصرع وجرح العديد من عناصر الميليشيا في قصف لمدفعية الجيش الوطني وقصف طائرات التحالف لمجاميع الميليشيا بالقرب من سوق صرواح الحال لا يختلف كثيرا في جبهتهم التي تحولت فيها المواجهات الى روتين يومي الا ان كثافة المعارك لم تغير كثيرا من موازين السيطرة عدى بعض الاختراقات التي تحدثها قوات الجيش الوطني بين الفينة والاخرى الامر يعود هنا لاسباب كثيرة اهمها الجغرافية الوعرة وتضاريس الصعبة فالتقدم هنا لمتر واحد ليس بالامر السهل بل يحتاج الى تضحية جسيمة وكثافة نارية اضافة الى ان هناك توجها على ما يبدو لتحويل هذه الجبهة الى بؤرة استنزاف طالما وان قرار معركة صنعاء يعقل كثير من الاعتبارات والاجندة الدولية والاقليمية ذلك ما يبدو من حسابات وتحليلات على الورق اما الميدان فالمعلومات تؤكد ان قوات الجيش الوطني تمكنت من قتل القياد في ميليشيا الانقلاب محمد علي الضياني الذي قتل في المعارك الدائرة مؤخرا لتبقى نهم مثل كثيرا من الجبهة مفتوحة على معارك طويلة المدى اشتركوا في القناة